موسيقى خلال قمة محيط واحد الرئيس السيسي يطالب بتكثيف جهود حماية البحار والمحيطات ويدعو المشاركين لحضور قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ وعلى همش القمة رئيس السيسي يؤكد لمكرون أهمية تعظيم التنسيق مع فرنسا خلال الفترة المقبلة موسيقى يدعو العطراف والمؤسسات الليبية للتوافق ويطالب بالعمل على إجراء انتخابات وطنية التسع مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جراميش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم محيط واحدة هي قمة تنظمها فرنسا وتأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من بين المشاركين ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التداور البيئي المزيد في سياق هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه وخلال كلمتها أمام قمة محيط واحد والمنعقدة بمدينة براست الفرنسية دع رئيس السيسي إلى تكتيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات من تلك الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تدعو إلى تكتيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الأثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها وسنعمل من جانبنا على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حواراً بناءاً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تبني على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات الذي تصديفه البرتغال منتصف العام الجاري لتساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات وفي حجة تمويلة التي تحتاجه الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص للقيام بهذا الجهد وفي كلمته أعلن رئيس السيسي انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك إلى مبادرتين تحالف العالمي للمحيطات وتحالف على الطموح من أجل الطبيعة والبشر كما دعا الرئيس السيسي المشاركين في القمة للمشاركة بقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ وتأكيداً على مساهمتنا في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك إلى مبادرتين التحالف العالمي للمحيطات والتحالف على عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة السيدات والسادة أثق أن قمتنا اليوم ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا السدد إلى استقبالكم في شرم الشيخ خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معا حديثنا هذا لصالح حماية الحياة على كوكبنا لنا وللأجيال القادمة وشكرا اشتركوا في القناة 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 على مستوى اشتركوا في القناة 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 في شرم الشيخ وخلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية ناجلاء بودن أعرب رئيس السيسي عن التقدير والموادة التي تكونها القيادة السياسية في مصر والشعبية أيضا للأواصر التاريخية الواتيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين كما جدد الرئيس السيسي تأكيده على ثبات دعم مصر للقيادة التونسية والحكومة في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد مع التجديد على ثقة مصر في قدرة السلطات التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق ومن جانبها أكدت رئيسة الوزراء التونسية اعتزز بلادها بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي وحرص الجانب التونسي على استمرار وطيرة التشاور والتنصيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين معربة عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثة تترقت إلى سبل تعزيز العلاقات التونئية بين البلدين على كافة الأصعيدة خاصة ما يتعلق بالتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية كما شهدت المباحثات تبادل رؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع في ليبيا حيث تم توافق بشأن تكتيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية كما التقى الرئيس سيسي في مدينة بريست الفرنسية مع رئيس وزراء نرويج يوناس تورا وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس سيسي أعرب عن تقديره للعلاقات التنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة وأكدا التطلع لتعزيز التعاون التنائي مع الجانب النرويجي فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس وزراء نرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومعربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائي بين البلدين ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات محل الاهتمام المشترك خاصة مجالات طاقة والتبادل التجارية فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقلة كما تم ملاقشة سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية خاصة في ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولي لتحجيم التلوث البحري في ضوء الدور الرائد للدولتين في هذا الصدد شاهد اللقاء أيضا تباحثة بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث أعرب رئيس وزراء النرويج عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي يمر بها محيطها الإقليمي المطارب على رأس وفد من مجلس النواب توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة الموجهة من رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل تأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراصخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على الأصعضة والمستويات كافة ومن المقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة مجلس النواب البحريني ورئيس مجلس الشورى البحريني وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي غادرت ميناء ضميات سفينة مساعدة مصرية في طريقها إلى الأشقاء في لبنان وأوضح مجلس الوزراء أن السفينة تحمل على متنها أربعة مائة وسبعة وتمانين ونصف طن مساعدات تضم مائة واثنين وعشرين طن مواد غدائية ومائتين وخمسة وستين ونصف طن من أدوية ومستلزمات طبية ومائة طن مواد إغاثة هذا وقام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزرات وأجهزة الدولة المعنية لتوفير المساعدات المحددة وكذلك التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون ما زلنا في الشان اللبنانية حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسات عامة يوم 21 وال22 من فبرار الجاري في قصر الأونسكو وذلك لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال هذا ويستعد مجلس النواب اللبناني لدراسة عدد من مشروعات القوانين التي تمت إحالتها إليه ومن المرتقب أن يكون مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على جدول أعمال الجلسات بعدما عكف مجلس الوزراء على إعداده ودراسته على مدار الإسبوعين الماضيين تبع الأمين العام للأمم المتحدة عن كثب التطورات في ليبيا وما تم من تصويت الاعتماد التعديل الدستوري وتعيين رئيس جديد للوزراء ودعى أنتونيو جوتاريش جميع الأطراف للاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى مطالبا بالعمل على إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية للشعب الليبي إلى جديد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إن الهجوم العسكرية الروسية على أوكرانيا قد يبدأ في أي لحظة أشار سوليفن إلا أن روسيا ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ الهجوم البرية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي الذي طالب كل الأمريكيين في أوكرانيا بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة معلنا تخفيض أعداد العاملين في السفارة الأمريكية في أوكرانيا لو قرر بوتين أن يغزو أوكرانيا هل يستطيع أن يستولي على أوكرانيا بأسرها أو يستولي على جزئية معينة أو قطعة معينة من الدولة كما حدث في الاستلاء على شيفة جزيرة القرم عام 2014 الأخبار التي نسمعها منك ومن عدد من الدول الغربية يبدو أن هناك مخاطرة كبيرة على أوكرانيا ذاتها لن أتحدث عن القرارات التي تتخذها القيادة الأوكرانية فيما يتعلق بالتواصل عن هذه النقطة لكن أقول أننا نقوم بتنسيق معهم بشكل متواصل ومستشار رئيس زينلسكي ورئيس بايدن يتواصل مع المسؤولين هناك أيضا إذن هناك مشاركة في المعلومات في مختلف أرجاء أجهات الحكومية هنا وهناك لكن بالطبع أقول أن لديهم قرارتهم ولكن بناء على المعلومات التي توفرت لدينا لقد اخترنا أن نتحلى بالشفافية بأكبر قدر ممكن لما نرأناه يشكل مخاطرة كبيرة في تنفيذ عمل عسكري ضد أوكرانيا بالنسبة لسؤالك الآخر لا أستطيع أن أتنبأ بالطبع ما هو شكل أو إطار أو حجم العمل العسكري كما قلت من قبل قد يتم العمل العسكري بعدة سبل وأشكال قد يكون عمل العسكري محدودا أو واسعا في طبيعته اعتبر وزير الدفاع روسي سرجي شواجو أن العلاقات بين لندن وموسكو بلغت أدنى مستوياتها مطالبا الغرب بالكاف عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا جاء ذلك عقب لقائه نظره البريطاني بن والوس في موسكو على وقع الأزمة الأوكرانية الروسية من جهته قال وزير الدفاع البريطاني أنه يأخذ على محمل الجد التأكيدات الروسية تابع أن موسكو لن تهاجم أوكرانيا لكنه طلب أيضا بإجراءات تدعم ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن قبول رد جماعي من دول حلف شمال الأطلسي نيتو بشأن الضمانات الأمنية وقالت الخارجية الروسية أن الأمينة العام لحلف شمال الأطلسي ينتس ستولتنبيرج والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأرقي جوزيب بوريل أرسلها ردا إلى موسكو بشأن الضمانات الأمنية لكن موسكو تؤكد أنها تنتظر ردا منفاصلا من كل دولة بالحلف أفادت وكالة انترفاكس نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان الروسي فاليري جرازيموف ونظيره الأمريكي مارك ميلي بحثا خلال محادثات هاتفية الأمنة الدولية وسط تصاعد التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية يأتي ذلك فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس تولدنبيرج أن الحلف يبحث إمكانية نشر مجموعات قتالية جديدة ليس فقط في رومانيا وإنما في عدد من دول إقليم البحر الأسود كما أكد على اعتزام النيتو تعزيز تواجده على الجناح الشرقي لأوروبا موضحا أن وزراء الدفاع دول الحلف سيبحثون الإسبوع المقبل كيفية تعزيز هذا التواجد قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سوامينة إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة فيروس كورونا إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من الفيروس جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة سومينة لمنشآت صناعية خاصة باللقاحات في جنوب إفريقيا مع مدير عام المنظمة قررت السلطات الإيطالية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة للحماية من العدوى بفيروس كورونا اعتبارا من اليوم ووفقا للقرار فإنه سيتعين على المواطنين فقط تغطية أفوههم وأنوفهم في الأماكن المفتوحة أثناء تواجدهم ضمن حشد من الناس هذا ولا يزال لزاما ارتداء الكيمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحثف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم إضاح أن مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أي أجزاء منها وذلك وفقا لنظام التعليم الجديد حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة وبناء على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة بدأت بمحافظة الأقصر فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بميدان سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر وشهدت فعاليات المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين والسياح ويستمر المعرض الذي يمتد على مساحة 1200 متر مربع لمدة عشرة أيام ويشارك فيه 95 عارضا من 13 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية ورياضيا انطلقت انتخابات نادي الزمالك وسط منافسة قوية حيث استقبل النادي اجتماع الجمعية العامة العادية لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة يخوض الانتخابات 70 مرشحا يتنافسون على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس ومنصب أمين الصندوق إلى جانب منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن وتحت السن كما تقام الانتخابات تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الناخبين والتأكد من حسن سير العملية الانتخابية اللي بتمنى من رجلس الإدارة الجديد الاستقرار للنادي عشنا الفترة اللي فاتت فترة مستقرة نتمنى ان يدوم الاستقرار ونمشى على النادي اللي احنا عايزينه ان احنا طبعا تطوير الانشاءات وتطوير الرياضي البطولات دعم الفرق بالعيبة بتمنى من مجلس الإدارة الجديد الاستقرار في النادي النظافة الرياضات المختلفة عايزينها تبقى فعالة أكتر في كل الرياضات مش ما تبقاش مختصرة على كرة القدم بس عايزين كل الرياضات تبقى فعالة أكتر اتمنى من مجلس الإدارة الجاي ان هو يحط نادي الزمالك نمرة واحد ومصلحته نمرة واحد بعيد عن اي اسماء النادي يبقى هو نمرة واحد لان الاسماء هي اللي زيلة والنادي هو اللي بقى يتوقع خبراء هيئة الأفصاد الجوية ان يسود غدا السبت تقسم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيدة ويسود تقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيع على وسط سيناء وشمال الصعيدة وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات ترجمة نانسي قنقر 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 نهاية نشرة التاسعة وهذا تذكير بأبرز عنوينها خلال قمة محيط واحد الرئيس السيسي يطالب بتكتيف جهود حماية البحر والمحيطات ويدعو المشاركين لحضور قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ وعلى هامش القمة الرئيس السيسي يؤكد لمكرون أهمية تعظيم التنصيق مع فرنسا خلال الفترة المقبلة جوتيرش يدعو الأطراف والمؤسسات الليبية لتوافق ويطالب بالعمل على إجراء انتخابات وطنية انتهت نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع دينا عبد الكريم سالخير يا دينا مساء نور محمد ومساء نور إيمان بشكركم شكرا جزيلا واشكر كل فريق نشرة التاسعة شكرا هنبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة